يا اهلا وسهلا بكم في فيديو عروض البلاك فرايدي الجزء الثاني انا بسجل فيه ده يوم الخميس بالليل ومعناه ان الجمعة بكرة دي اخر جمعة في الشهر الجمعة الاخيرة من الجمعة السوداء البيضاء الصفراء طيب بما ان كتير منكم كان عمال يسألني يوسف ايه التابلت اللي انت بتستخدمه يوسف ايه الساعة اللي انت بتستخدمها فحب اقولك انك مش بتابع انستجرام انا كنت قلتك عن استجرام حوالي شهر اللي انا بجرب الايكو سيستم بتاع سامسونج سامسونج كان يكلموني قالولي يوسف بص حقيقي كده انت معاك ايفون ساعة اه بتحبه اه انت بتحب النوت 10 برضو مش كده اه طب بص بقى معلم قرأك لو انت سبت النوت 10 ده كده ولديك حاجات سامسونج تكامل بيها فهو موضوع كبير وقالي شهر كده بجرب التابلت بتاعهم التاب 6 بالقلم بصوا فترة اتقول فيه ده قريبا جدا على القناة ولكن نرجع تاني نهارده لموضوعنا والنهارده جايين نتكلم عن عروض البلاك فرايدي وركزنا اكتر عاجات اللي احنا ما قلناهاش في فيديو اللي فاته حاجات مثلا زي اللابتوبس والموبايلات تقريبا اهم حاجات تكنولوجيا هفروض ينزل على تخفيضات خلال العروض البلاك فرايدي فبلا اي مقدمات ندخل في الفيديو موسيقى بس خريق قبل الابده في فيديو اقولك انك ممكن توفر اكس من الفلوس اللي انت هتدفعه في اي منتج هتشتريه من خلال الفيديو ده لان الاسبونسر بتاعنا النهارده هو وفر اكس اه بس بس لا 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 شايف هتغطه بتكلم دي هتتشايف في العرب وفر اكس ده موقع انت بتدخل هي تعمل اكاونت وبعد كده بتروح منه لاي موقع انت ممكن تتخيله احنا النهارده مثلا عندنا سوق وجمية في العادي مثلا انت بتسافر كتير هتدخل على بوكين بطير كتير هتروح لفلاي ان وهتحجز طائرتك وهتاخد نسبة من الفلوس اللي هتدفعها في موقع الطائرة تاني في وفر اكس يعني مثلا الاول عرضي حازي انت كده عمليه النهارده هو عرض اللابتوب اتش بي على جوميا فانا من وفر اكس هروح لجوميا دوت كوم واقول له shop now نكتب اسم اللابتوب بعدك هتروح تشتريه عادي جدا انت اواضفي الاسالة للتسوق وتشتري وهجيلك ايميل يقولك انت خدت يا بشا 200 جنيه خدت 300 جنيه الكاش باك بتاعك من المنتج اللي تشتريه جرى بوفر اكس دوت بخير لينك الفاصل الفيديو واستمتع ب2 دولار ونص هدية اول مرة استخدامه للمعرض وده رجعنا الاول منتج معنا في الفيديو النهارده هو لابتوب انتال كوراي 7 من ايتش بي نازع ايه تخفيط تقريبا 1000 جنيه و1000 جنيه حاليين وحب اقول لكم كده على خدعة بسيطة انت ممكن تعملها عشان تعرف اذا كان المنتج ده عليه عرض فعلا ولا اه وهي مثلا اللابتوب ده قدامك تمام انت باعي استعرف هل ده عليه عرض انت ممكن تشوف البايعين التانيين اللي ببيعوا نفس المنتج ده فمثلا هنا بيقولك مقارنة العروض اللابتوب ده موجود ب10.550 و10.800 و10.600 النهارده الصبح وانا بحضر اسكريبت الفيديو ده اللابتوب ده كان موجود في كل حتة ب11 لما حد قلل لسهره ورح التعين كلهم قللوا السهر عشان ينفسه بس انا ببص الصبح كانوا واحد ب10.300 والبقين كلهم كانوا ب11 فده معناه ان فيه فرق 700 جنيه بين السهر الاصلي والسهر المخفض فاللابتوب ده تقريبا عنيه تخفيط 700 جنيه ونروح لابتوب اليه اللابتوب البعضه هو Dell Inspiron 5584 اللابتوب ده بيجي معالج Core i7 8 جنريشن الجيل الثامن ده معالج 4 cores 8 threads وبيوصل لغاية 4.6 جيجا هيرتز معالج محترم الرماية 16 جيجا كارت الشاشة بتاعه لحد ما مش قوي اوي اللي هو الـ MX-130 كنت اتمنى بفقت سعر 14000 جنيه لها شوف حاجة اعلى من كده بس برضو اللي هي يبشيك والمعالج ده فعلا محترم في السعر ده برضو الحلو في اللابتوب ده انه هو بيجي بهارد واحد طائرة عادي والهارد الثاني 256 بس مش اي SSD 256 لا هو NVMe SSD اللي هو صراعيته بتكون عالي قوي عن الـ SSDs طبعا طوليف على بعضها بحوالي 15000 جنيه كويسة ونزل عليها تخفيط تقريبا 1200-1300 جنيه ونروح لوقاتي اللي عرض فيك منون مايك كاريوكي 124 جنيه بدل 200 جنيه اها اها بكام يا باشا المايك ده انا شاديو 70 جنيه 70 جنيه 124 جنيه ليه 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 ما صحش كده احكي لكم كده على قصة واحدة صغيرين كده كنا نمشي في الـ Black Friday اه كان ايام ايام الـ Black Friday اقولك كنت في الـ Black Friday ونت صغير طبعا اه كنت خطيت يا روحي بوقفة يا بابا اه 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 نسيب بقى الهامل ده وعنده لك كسبات عريبة اه 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 اللابتوب اللي بعده غالي شوية على امكانياته يعني مثلا هم نتكلم على لابتوب 12600 جنيه من لينوفو ولينوفو معروف ان هي بتقدم لك امكانيات مقابل سعر حاجة زي شاومي الموبايلات كده هي لينوفو اللابتوبات بس الغريب هنا ان اللابتوب ده بيجي معالج كوراي فايف الجيل التاسع اللي هو تسعة تلتمية ايتش غريبة شوية في السعر ده دي حقيقة بس اللي مش غريب هو كارت الشاشة الموجود هنا لانه هو كارت الشاشة جيت اكس عشرة خمسين وده كانت شاشة قوي جدا 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 بالنسبة لفي السعر دي وهو ده تضحياتش وده موجه للجيميج شوية عن اللي هو يكون موجه مثلا للحد عايز بروسيسور عالي يعمل حاجات مثلا زي الإديتينج او حاجات زي كده لأ ده جيميج اكتر طب ايفر بقى سيدي انا عايز لابتوب فيه امكانياته وبروسيسور وفي نفس الوقت عايز رامات وعايز كارت الشاشة قوي وعايز اس اس دي طبعا لازم بتعلى شوية في السعر توصل لسبعتاشر الف جنيه هنا تلات تلاف جنيه تخفيض في الحقيقة اللي بتبدأ سعره في العادي تمنتاشر الف هو النازل هنا بسبعتاشر فهو تخفيض الف جنيه بس مش تلاتة بس ما زال سعره ارخص من عادي الف جنيه كارت الشاشة الف خمسين بروسيسور الجيل الثامن 16 جيجر عامان الشاشة فول اتش دي توليفة كده على بعضها حلوة بالنسبة لسعر الهواوي بي تيرتي العادي مش البرو النازل عليه تخفيض كان بسبعة تلاف جنيه فقط دي حاجة كان عرضي حلو جدا وجدت متحمسة انا اقوله في الفيديو فتحته خلص انا نسيب لكم اللينك على متن في وصول الفيديو ولو المنتج ده تعفر تاني ممكن تلاقيه سبعة تلاف جنيه ده كان هيبسار ممتازه مع ذلك كان ممكن ينزل منه سطاك تاني بعد ما فيديو ده ينزل مش عارف بس يتابع اللينك بي تيرتي بس سبعة تلاف جنيه ده رقم حلو جدا وعليه اندرويد وكاميرته حلوة موبايل ممتاز بصراحة نروح موقعات البلد شوية وسامسوج عاملة تخفيضات تقريبا على كل سلسلة الاي من الاول اتن لغاية الاسابعين اتابع الفيديو فاتح عن الاسابعين وكده بس هنقوله سريعا هنا برده وخلينا نبدأها مع الاتن اتن نازل عليه تخفيض مكتوب من 2600 جنيه ل1250 جنيه فهو الحقيقة الاتن سعره تقريبا كان فرنج 2100-2100 فهو عليه تخفيض تقريبا حوالي 250 جنيه ل300 جنيه وده سعر كويس ونسبة كبيرة من 8 مباشر الاي تن اس برضو عليه تخفيض نازل من 2300 هن بكابين كده ل1945 نوبايل ده ما كانتش سعره 2300 نوبايل ده كان سعره حوالي 2100 بس ما زال عليه تخفيض تقريبا 150 جنيه على الاي تن اس على حاجة بس اوضح حاجة هنا انا في الفيديو ده مش بقولك المنتج ده ريفيو بتاعه لأ ده حلو يروح اشتريه عشان اقوله في فيديو انا دلوقتي بقولك التخفيضات اللي اتعاملت عن نوبايل وده لا يعني ان النوبايل ده حلو او وحش انا مش بقول رائي في النوبايل انا مش بعمل ريفيو انا بس بقولك ان فيه عامل ريفيوز بقى انت ممكن تفتح اليوتيوب وتدور لكن انا دلوقتي انا معرفش الموبايل ده انا مجربتوش بصراحة بس سامسونج فعليه سامسونج وعليه تخفيض ليه لا ال ا30s ال ا50 وال ا70 كلهم لازلين عليهم تخفيضات ممكن تشوف كل الانكات من تحت في الفيديو تبتتكلم تقريبا من 10 ال 15 في المية على حسب سهر الموبايل اللي عليه تخفيض نسبة التخفيض من 8 الموبايل مش عالية قوي زي مثلا الموبايلات القليلة بس ماشي يعني تخفيض 100 جنيه تن جنيه تقولا بيهم يعني لو انت من هواتة تفاحة وما تدارش تستغنى عنها ونفسك تجي موبايل تفاحة بسعر قليل شوية الايفون سامن بلاس نازم من حوالي 10 تلاف ل 8 تلاف ونص تقريبا 1500 جنيه برضو الموبايل سعره في العادي مش عشرة سعره في هاي 9 ونص او 9 فانت بتتكلم تقريبا في 500 جنيه تخفيض على الايفون سامن بلس وده تخفيض بس انها بقى نروح الواحد من احلى عروض بلاك فرادي السنة دي وهو على الابل ايربودز العادية مش البرو انا العادية مبقتش معايا خلاص فانا بتتكلم دولاتي على البرو بس العرض على العادية انت عافية غريفة موضوع ايه ان سعر ايربودز 2 بالشارجين كيس الويرلس سعرها بره 170 دولار فانت لو تحسابه المصري في 16.1 انت بتتكلم في 2937 جنيه ده في امريكا طبعا انت زودتش الضرايب والجمارك الامريكية ومزودتش مصاريف الشحن ودخولها مصر والجمارك والضرايب المصرية والضرايب المضافة والضرايب المش عادل بايه فمفروض مسلا انت وصل لنا سعرها مسلا 3-3 مصر دي سعرها الفين سعوية في امريكا سعرها على امازون الفين خمسمية جنيه وده تخفيض حقيقي مليون في المية على الايربودز ده تخفيض طحفة وطبعا لما تشتري ايربودز بتاعتك لازم تشتري لها كده اكسسوار ريوج قوي وهو استراب زي بتاع التنظارات عداية دي كده فاما عشان ان ايربودز ما تقعش تحطي لها كده بتاعها بتازل بحلقة كده يا شكلها باشع جدا بس عملها بصراحة وامر اشوفها استراب موضي ايربودز ريوج يعني نروح لساعات اتش اتش وارين كا سع انت بتلبسها في الاخر 70 جديد ايه بعد بكو ايه انا دفصل العروض اللي انت بالجامعة دي ايش انت مش بجيب العروض غير الساعات ليه ايه 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 دولة اتش ايه الحلو في الساعات دي ايه انت عندك كم ساعة في بيتك هاني ساعتين بس ساعتين؟ اه وبقيت الـ 22 ساعات عارفين ويه اعتذار واجب يعني ايس طبعا لو انت شخصية كده جديدة في المجال لو مش عارف تجيب ايه في اول سنة ليكم فدي اختيار لطيف اختيار ده اختيار فك ده مش عرض بلاك فريدي تماما الفوجي فيلم الميني ناين دي طلع عبرها سعرها 1200 1300 جنيه انا بيقولك ده عرض بلاك فريدي في نوص عرض بلاك فريدي ب 1300 الكاميرا دي طول عمرها 1300 جنيه ده عرض بلاك فريدي فيك حطتلي ساعة 2222 جنيه ليه ايه مايكل كورس ده ده مشهور يعني مايكل كورس ده ايتش بيحب الساعات كالعادة وهو بيقول لك مايك الكورسي ده برند يعني فعلا انا مش عارف مايك الكورسي ده بس ماشي من 6000 جنيه ل2000 جنيه ماشي بس انا ما انصحكش بصراحة اشتري عايات غير ايتش متابعة الساعات ويقول لك انه ده عرض فعلا ما عرفش بقى اكسسوار مالوش اي ستيل لازمة بالسريوش قوي منازمة اخفيت حقيقي 100 جنيه وهو كيبورد ميني ويرلس كيبورد اللي تشتغل مش عارف ايه ملايش ايه ترقى صغارة جدا مش هتفتل استخدامه اصلا بس ايه روش ليه لا اه لو انت مش عرفت وضي فلوسك فين يعني ايه ايتش ده ايتش انت بتحاول تخسر اللي هو المشاية صح لا المزاية او انت كان عارض المشاية يبدي في ايه يا يبدي يعلىك وتعجب التكنولوجيا واحلى قناة ايه اجهزة منزلية ايه ده عرض بلاك فرايدي من 200 جنيه ل95 جنيه ايتش مكينة تحضير الاسبريسو بزمتك وانت تبليزيون ده مش سعره 10,000 جنيه انت بيزيون ده سعره تقريبا في اينجل طوية النص يعني نازل عليه تخفيد تقريبا لسبعمائة جنيه تبليزيون سمارت 55 بوصة وفي ريسيفر جواه وفوركي بسعر تبليزيون ده سعر كويس نصبر دي كانت عروض الجمعة الاخيرة في 2019 بتاعت البلاك فرايدي ولكن في عروض تانية خالص وهي الفلاش سيلزل هيا العروض اللي بتاعه مسلا لمدة عشر بها ربع ساعة بتختيفة العروض دي عادة ما نزهلكو ايه مع الصفحة في الفيسبوك ايه مع انستجرام و اغلب بصغير منكم عن انستجرام فاتأكدك توايا انستجرام و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة